ومع دخول الهدنة في قطاع غزة يومها الثالث بدأت حركة حماس وإسرائيل إجراءات إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى حيث سلمت حركة حماس أربعة عشر محتجزاً إسرائيلياً وثلاثة تايلنديين وروسياً واحداً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما تم الإفراج عن تسعة وثلاثين أسيراً فلسطينياً ضمن اتفاق الهدنة لأربعة أيام وذلك بعد أن تم الإفراج عن دفعتين يومياً الجمعة والسبت حيث نص اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل على الإفراج عن خمسين رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً ودخول مساعدات لقطاع غزة على مدار أيام الهدنة القابلة للتجديد